بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في ورشة كتابة وتصميم السيرة الذاتية هذه الورشة مقدمة مجانا لكم من عالم بها الاحترافي هذه الورشة من الورشة المهمة لكل من يبحث على فرصة عمل بداية راح تكون هذه الورشة على مدى أربع محاضرات إن شاء الله محاضرتين نظري ومحاضرتين عملي في المحاضرتين النظرية راح نشرح آلية كتابة السيرة الذاتية وفي المحاضرتين العملي راح نشرح كيفية تصميم السيرة الذاتية على برنامج وورد بداية نسمع لما تكون هناك فرصة عمل أولى شروط هذه الفرصة أن كل متقدم لهذه الفرصة أن يحضر CV أو أحدى شروط المطلوبة هو CV لكل متقدم لهذه الفرصة CV باختصار هو أول لقاء بين صاحب العمل المحتمل وطالبي الوظائف ويستخدم عادة لفرز المتقدمين وغالبا ما يعقبها مقابلة في حالة البعث عن العمل لو كان هناك إحدى الشركات قدمت فرصة عمل لخمسة منتسبين جدد فقط أكيد راح يقدمون لهذه الشركة أقل شيء بما يقارب المئة فرد فحتى الشركة تقوم بعملية المفاضلة بين الأشخاص المتقدمين لها تتم هذه المفاضلة على أساس الإمكانيات المتاحة لكل فرد وهذه الإمكانيات يتم فرزها من خلال السيرة الذاتية لكل فرد حتى يعرف من هو الأفضل عن غيره وبالتالي راح تتم عملية فرز للسيفيات أو للسيرة الذاتية المقدمة ويختارون الأفضل أو أفضل خمس أشخاص حتى يشغلون المناصد الشاغرة وطبعا في الغالب راح تتم مقابلة يعني بعد ما يشوفون الشركة السيفيات المقدمة راح يلتقون بأصحاب السيرة الذاتية حتى لغرض المقارنة بين الإمكانيات المتاحة في السيفي والإمكانيات الحقيقية في الفرد معلومات عامة حول السيرة الذاتية طبعا عادة ما يتسمى السيرة الذاتية بسيفي نحب نعرف شنو يعني سيفي سيفي هو اختصار لكلمة يونانية وهي كركولانفايتا وتعني مسار الحياة أي أنه مسار حياة الشخص قبل كتابة هذا السيفي لا يوجد شكل ثابت في السيفي إنما توجد أساسيات ثابتة طبعا لا يمكن أن نحكم على السيفي هو فقط المعلومات المقدمة أو المكتوبة أو المطبوعة في الورقة ممكن أن تكون السيفيات على شكل تيكس ثلاثي الأبعاد محفورة على زجاجة أو محفورة على قطعة بلاستيك أو تكون محفورة على خشب أو ممكن أن تكون بشكل مختلف تماما يعني ممكن أن تكون على شكل فيديو يعني بالعصر الحديث ممكن أن أقدم السيفي على شكل فيديو أصممه على شكل إنفوغرافيك موشنغرافيك وأقدمه على اليوتيوب أو أقدمه على الفيسبوك أو ممكن أرفعه على شكل فيديو بواسطة الإيميل للشركة المعلنة لوظيفة عمل طبعا كل هذه الأنواع اللي قلناها ممكن أن تكون فيديو أو يعني ممكن أن تكون قصاصة ثلاثية الأبعاد أو تكون ممكن أن يكون على ورقة رح يكون عامل مشترك أساسيات مشتركة رح نطرحها إن شاء الله في المحاضرات القادمة هذه الأساسيات لابد أن نلتزم بيها عند كتابة السيرة الذاتية أو السيفي عادة يتم عمل السيرة الذاتية على ورقة مقاس A4 في حال أنه إذا كانت السيرة الذاتية على شكل ورقة أو إذا كانت على شكل نص مطبوع على ورقة يفضل أن يكون ورقة A4 يعني لا يفضل أن يكون ورقة A5 صغيرة الحجم ولا يفضل أن يكون ورقة A3 كبيرة الحجم الحجم المثالي هو A4 مقاس A4 مقاس شهير إحنا إن شاء الله رح نتناوله بالجانب العملي يمكن عمل سيرة ذاتية للأفراد أو المنشآت طبعا المألوف أن السيرة الذاتية فقط الأفراد المتقدمين للعمل طبعا هذا خاطئ أن السيرة الذاتية ممكن أن تكون للمنشآت أو الشركات أو المؤسسات أيضا إضافة إلى الأفراد ليس فقط حصرا بالأفراد أو البشر وطبعا أنا شايف في بعض الأماكن أشجار فمينة وأشجار غالية مغروسة في الشوارع مكتوب على الشجرة القصاصة الزغيرة تفاصيل هذه الشجرة من شأها وعمرها وكيفية العناية بها واسمها العلمي أي أنه السيرة الذاتية ممكن أن تكون للنباتات وممكن أن تبليئ الجمادات كالشركات والمؤسسات منشآت الأخرى بالإضافة إلى أنها في الأساس تكون للأفراد ملاحظات عامة حول السيرة الذاتية تعد كتابة السيرة الذاتية من المهارات المطلوبة ومن أولى خطوات البحث عن العمل طبعا باعتبارك كخريج تبحث عن العمل ضروري جدا أن تعمل سيرة ذاتية خاصة بيك وتحتفظ بيها في حال لو توفرت فرصة عمل لتقديمها بشكل سريع وسلس فإذا صح القول أنها أهم من البحث عن العمل نفسه طبعا في بعض الأحيان أنه كتابة السيرة الذاتية بشكل جيد يكون أفضل وأهم من البحث عن العمل لأن أنت لما تبحث على فرصة عمل وأنت مشتت ما تعرف شين أمكانياتك أو ما تعرف شون السوق النفسك شون السوق الإمكانياتك من خلال السيرة الذاتية طبعا في حال لو قدمت إليك فرصة متميزة ولم تستعد بسيرة ذاتية مناسبة لهذه الفرصة فإنك حتما ستندم من ضيائها أكيد بعض الأحيان أنه تكون فرص سريعة يعني يطلبون سيرة ذاتية يطلبون تقديم لهذه الفرصة من خلال سيرة ذاتية سريعة ومثلا كحد أقصى للتقديم خلال اليوم وأنت ما مستعد بكتابة سيرة ذاتية وما مصمم هذه السيرة الذاتية وما مهيئ أيضا لعمل كتابة هذه السيرة الذاتية أكيد رح تفوتك هذه الفرصة وتندم عليها لأن محتمل ما تجيك هيك فرصة ثانية القبول المبدئي لأي وظيفة هو سيرة ذاتية طبعا باعتبارك قدمت السيرة الذاتية للشركة اللي محتاجة فرصة عمل وباعتبارهم أنه استلموها من عندك فإذن هناك بادرة أمل بأنك سوف تقبل في هذه الشركة الصدق ثم الصدق ثم الصدق في كتابة السيرة الذاتية ضرورة جدا أنه لما تكتب السيرة الذاتية تكون صادق جدا وتكتب ما هو حقيقي في حياتك ولا تحاول الكذب أو المبالغة في كتابة نشاطاتك وشهاداتك وخبراتك بينما اكتب ما هو حقيقي منها لا يتم طيه أو ثانيه يفضل أن السيرة الذاتية تكون ورقة صافية مستقيمة لا يتم طيها ولا يتم ثنيها في حال أنه لو استخدمت ورق A3 حجم المقاس A3 كبير فبالتالي راح تضطر أن تثني الورقة أو تطويها وهذا طبعا خاطئ راح يؤدي إلى أنطباع سيء بأن أنت عدم اهتمامك لهذه السيرة الذاتية عند المقابل نصائح عامة عند البدء بكتابة السيرة الذاتية أولا أن لا يتناول السيفي في أكثر من مجالين أو ثلاثة على الأكثر إنما تكون متمكنا في واحد أو اثنين فقط طبعا في النقاط القادمة إن شاء الله راح نذكر نقطة مهمة وهي أنه سيرة الذاتية يجب أن تكتب وتكون مهيئة لفرصة العمل المطلوبة يعني في حال أنه الفرصة العمل المطلوبة هي عبارة عن طابعي كومبيوتر فيفضل أن تكتب بالسيرة الذاتية كل مهاراتك وخبراتك الخاصة في مجال الكمبيوتر يعني ليس من الجيد أن تكتب خبراتك في صيانة السيارات وخبراتك في صيانة المكائن أو في النجارة أو في الحدادة باعتبار أن الفرصة هي مخصصة للكومبيوتر فيفضل أن تكتب في مجال الكمبيوتر في حال لو أردت تسويق لنفسك بشكل جيد أو بشكل أوسع يفضل أن تختار مجالين أو ثلاثة مجالات لا أكثر يعني تختار مجال في الكمبيوتر في التقنيات مجال في الصيانة سواء كان الحدادة أو النجارة أو المكائن مجال في مثلا الصحافة أو الإعلام أو النشر وهكذا يفضل أن لا تختار أكثر من مجال أو مجالين لخبراتك في السيارة الذاتية تقليل من المبالغة والتضخيم من المهارات لأن هذا الشيء يزعج صاحب العمل ولا يطمئنه من ثباتك في العمل أو مصداقيتك طبعا في بعض الأحيان لما نفرز السيفيات نلاحظ أن بعض السيفيات تكون مبالغة جدا في الخبرات والمهارات وبالتالي ممكن أن هذه المبالغة تستفزئ صاحب العمل ويحاول أنه يستدرجك صاحب العمل يعني يحاول أن يستدعيك وبالتالي يحاول أن يترجم استفزاز صاحب العمل من خلال الأسئلة الصعبة ومن خلال طلب مهارات عالية جدا بالخبرات التي أنت مقدمها وهذا الشيء طبعا محتمل أن يؤدي إلى رباكك أنت ممكن رح تفشل في المقابلة فضروري جدا أن نتلافع عملية المبالغة والتضخيم للمهارات ونكتب المهارات بشكل بسيط ولائق بحيث نوصل الفكرة لصاحب العمل بين إحنا قادرين العمل بهذه المهارات تحليل الوظيفة المتقدم لها عن طريق مهركات البحث جوجل لكي تحصل على أفضل وصف وظيفي للوظيفة المتقدم لها لكي تترك انطباع لدى صاحب العمل أنك تفهم تخصصك جيدا ولا تحتاج إلى تدريب كبير طبعا ضروري جدا 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 أنه لما أنت تقدم على مؤسسة معينة أو شركة معينة أو منشأة معينة ضروري جدا أن يكون عندك كافة المعلومات عن هذه المؤسسة باعتبار أنه الانترنت صار متوفر ونقدر نبحث على أي مؤسسة من خلال السيرج سي يو في الانترنت أو في محركات البحث جوجل ونحصل على المعلومات الكافية عن الشركة اللي إحنا قدمنا إلها حتى في حال لو صارت المقابلة إحنا تكون عندنا معلومات كافية عن الوظيفة وعن المؤسسة اللي يطالب الوظيفة وبالتالي هذا الشيء رح يؤدي إلى انطباع جيد لصاحب العمل بأنك فاهم ومتمكن إن شاء الله في حال لو تم قبولك في العمل يفضل وضع لوغو أو شعار للمؤسسة المانحة للشهادة الحاصل عليها لأن ذلك يعطي الشهادة ثقلا نفسي للقارئ في حال أنه لو أنت عندك مجموعة دورات أو مجموعة نشاطات يفضل أنه بجانب كل دورة بجانب كل شهادة بجانب كل نشاط تخلي اللوغو الخاص بالشركة أو المؤسسة اللي من حتك هذا النشاط لأن هذا الشيء يزيد بمصداقية طالبي الوظائف ويعطي بعدا نفسيا للقارئ بأن أنت صادق وانطباعا نفسيا جيدا بأن هذه الشهادة هي ذات ثقل أكاديمي وفني عالي لا يفضل وضع صورة إلا إذا كانت مطلوبة من قبل معلنة الوظيفة ووقتها يجب مراعاة أن تكون الصورة حديثة ومتوافقة مع طبيعة المتقدم للعمل يفضل أنه من خلي صورة في السي في طبعا في حال أن الشركة رغبة بأن يكون صورة في السيارة الذاتية يجب أن تكون الصورة حديثة ورسمية ومتوافقة مع طبيعة العمل يعني من خلي صورة مثلا ويا أصدقائنا أو مثلا صورة في بستان مثلا أو صورة على جبل أو على شلال أو صورة مثلا في البيت لا الضروري أن تكون الصورة رسمية ويفضل أن تكون خلفية بيضاء أو ذات خلفية بيضاء حتى تبرز ملامح الوجه طبعا لا يفضل وضع الصورة لسبب أنه ممكن أن صاحب العمل نفسيا يحكم عليك بأن أنت غير مهيئ من خلال الصورة وبالتالي رح يهمل السي في وتخسر فرصة العمل دون اللجوء إلى المقابلة طبعا رح نتوقف في هذه المحاضرة نلتقيكم في المحاضرة الثانية إن شاء الله القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة